في عام 1434 الهجرة وبناء على أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله انطلقت أعمال مشروع توسعة الحرم الماكي الشريف في مشروع تناول تطوير الحرم في مختلف النواحي العمرانية والفنية والأمنية انطلاق من التزايد المستمر في أعداد زوار بيت الله الحرم والتزاما بنهج إيلاء الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن بالاهتمام والعناية اللازمين الذي شغل ولاة أمر المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله